صباح الخير يا بنات عملين ايه وحشتوني اه النهار ده هنعمل فراخ ما شوية وروز كبسة اه ما قديره بقصيطة اوي ما فيهش اي حاجة دلوقتي انا هبتدي بتدبلت الفراخ محضرة معي ارنين فلفل رومي معي تلات طباطميات اه متوسطين مش كبار ومعي تلات بصلات ومعي جزاراية اه الجزاراية مش اخدها كلها انا هاخد نصها بس واخلي نص التاني للرز اه هبشوروا مع البصلية اللي انا هحمرها للرز بتقطعوا باي شكل انتم عايزينه احنا كده كده كل ده هيتفرم واهم حاجة في الفرم ان هو ان هو يبقى فرمي ناعم قوي ما يبقاش اه الحوايبات كتيرة اه تبقى في الشاوي انا عايزة الخلطة دي تبقى نعمة بس انا زي ما واردكوا كده انا حطيتهم في الكابة وخدتهم ضربة كويسة قوي وبعد كده هنزلهم في الطبق آآ علشان احط عليهم التوابل وهقول لكم التوابل دلوقتي اللي بتدي ريحة عاملة ازاي بصوا بصوا جنان مش هيعجبني الطبق فهغيروا هجيب لون تاني بس كمالوا لون الطبق انا هو بنزل التدبيلة بصوا نازل انا عامل ازاي معي مش البصل مش تحسو خشن لا نعم خالص يعني بتضربوها ضربة كويسة قوي لو ما فيش الكابة بالمبشرة بقى يعني والطماطم برضو كبشروها وكده او في الخلط نزل لكم الكاميرا شوية هي بصوا قدي تدبيلة هي نحط بقى زعتر وروزميري من كل حاجة نحط معلقة آآ دول بيفرقوه في الريحة خالص وبيدو شكل بردو كحالو نحط معلقتين فلفل اسود كبار وهحط معلقتين بهرات وهحط بردوك آآ ملح وهحط مكعب مرقة وحطت معلقة كوركو مهيت ورشة اللوري على الحباهين اللي انا بحطها على كل الاكل عشان تدي له ريحة كبيرة ودي معلقتين البهرات همت اللي انا قلت لكم عليهم وحطت بردوك زي نصة معلقة كده بتاعت كوزبارة نشفة بردوك بحبها بتدي ريحة حلوة قوي ادي مكعب المرقة فايدة مكعب المرقة ليه في الخلطة دي آآ لو ملحك مش عارفة تزبطيه مسلا مكعب المرقة هيزبط معاك الاكل آآ هو دوت اللي بيدي طعم شوية آآ يعني انتي حاسة دلوقتي انتي هتزبطي بشوية فلفل اسود وملح وكده بعد ما تشوي لو الحاجة طلعت دلعة انما لما هتحطي مكعب المرقة هيزبط معاكي قوي لو ملحك طلع قليل فاهم حاجة اضفوها اضيفوا المكعب دوت في اي تدبيلة مشويات بجد بيزبط لكم المشويات جدا ويستحسن بقى ان الفرخة تبات في التدبيلة دي من بالليل مسلا آآ انا بقى عشان كنت متستعجلة قوي فخلتها حوالي ساعة آآ ما نقوعة في التدبيلة دي وبتديت اشوي وهتشوفوا طول ما انا بشوي باخد من التدبيلة دي وبحطها عالفراخ بصو انا بحش الفراخة هي دلوقتي ونغزوها بقى بالسكينة علشان الدم بيبقى في دم في الوريك كده تفضلوا تخرموا في الوريك بالسكينة في السدر كده كل دوت هي يعني هيزبط معاكو الشاوية قوي بصو بحاول اغلفها كلها من جوة الجلد كمان بحط التدبيلة على اللحم كده وفي وسط اللحم اللي انا فتحته بالسكينة آآ كل دوت عشان التدبيلة تشربه انا هستيبها دلوقتي بقى في التدبيلة ساعة وهروح اعمل الرز انا حطت معلقتين سامنة هحط عليهم بقى البصلوية ونص الجزرية اللي انا قلت لك هحطها على الرز آآ بصوا انا يعني في حتة الرز ديت ما بحبش قطر اللي هو القرفة بحط اللمون دوت والحاجات دي كلها هو اللوري وآآ رشة الحبهان على اللوري اللي هي المطحنة بحط حبه صغيرين قوي والجزر والبصلوية والتوابل بقى بس اللي هو الملح وحبت في الاسويت صغيرين ومعلقتين كركم آآ آآ علشان يديني اللون الاصفر وساعة لو حسيت اللون الاصفر اللي استفاتح شوية انا جايبه الوان طعام آآ بحط بحط سنة اللون طعام اصفر آآ بيخليلي الرز ده اصفر قوي بس ما عندي كيش كفاية الكركم الكركم هيصفر لك الاكل وهيخلولك زي الفل بصوا انا عايزة صفر بس البصلوية آآ مش عايزة احرقها ولا عمل فيها اي حاجة هي بس اهي زي ما انتو شايفيني اتحمرت نص تحميرة ونزلت عليها بالتوابل وقلبتها طبعا الملح بقى انتو يعني حسب زوقكو يعني بتدقي تحطي الملح بقى او كده وتزبطي وتدقي انت قالي ما قدير تدبيلت الفراخ كده كانت سهل خالص ما فيهاش اي حاجة صعبة علشان في ناس فاعات بتستق يعني يعني بتستسعب ان هي مسلا تدبيل فراخ او كده آآ التدبيلة سهلة ما فيهاش اي حاجة صعبة بسوا مجرد ما بتقلب الرز بياخد اللون الاصفر بتاع الكركم بالجزر بس انا مع الرز دوت انا حطيت الوان طعام صفرة آآ بجيبها وبدوبها في سنة مية كده شوية وبعد كده بحطها على الرز علشان تخليلي الرز اصفر قوي زي رز المحلات كده بنجيبه اصفر قوي ودلو كده تقلبه الرز وتدخلو في كل القلطة اللي احنا عملناها دي تحت بس وبتسق بقى المية وتسيبوه بقى مع نفسه كده يستوي وتقطو عليه النار وتكلوه بقى الفهنة وشفاء يا رب بس كده هو دوت اللي انا عملته هقفل بقى خلوصة جاية تقليبة كده بردوك تانية الرز ورجعت اه جبت الشوية حطيت فيها لتر مية وحطيت فيها لوري وقطعت لامونة اه الحاجات دي بتدي روايح طبعا الشاوي بتنزلي الشوية ما بحطهاش الاول على النص بدي الفراخ صدمة الاول على نور عالية وبعد كده ارفحها درجة على اللي في النص علشان تستوي بقى برحتها طبعا الفحمة يعني احسن وبيطلع الحاجة احلى بس دي بردوك بتطلع الحاجة تحفة يعني شوحشة انا وحطيت الفراخ هي زي بس بتديها صدمة وبعد كده يعني برفحها درجة بقى في النص كده واسبها تستوي برحتها على البخور بقى استشوفت وهي يعني ما فيهاش اي حاجة بسيطة تفتحوا بقى شبابيك وتفتحوا شفط يعني علشان الرويحة اللي هو بتعب في الشقة ما تقفقوش في مكان معفول وانتو بتشوفوا شكل الفراخ هي بعد ما ادت لها صدمة هي ورفعتها درجة بقى علف النص وقلبتها علشان اسيبها آآ تستوي بقى برحتها شكرا شكرا نفسه خلص بقى هنفتح عليها وجوزي هيفتح عليها Sicht كان وقف بصراحة عمالية شوي. آآ قد ترقل في خيرو. تعبتم معي. فتحنا عليها. بصوا. طعم ورحة المشوي بالزبط. يا رب ان شاء الله يكون الوصفة عجبتكم ويكون قدمت لكم حاجة ان شاء الله تعجبكم. اتمنى ان شاء الله تعملوا لايك في الفيديو واشتراك في القناة. آآ وتجربوا الوصفات اللي انا بعملها. آآ وصفات بتبقى سهلة وبسيطة. ما فيهاش اي حاجة صعبة. آآ وبقولولي برضوك في الكومنتات يعني لو في حاجة تانية عايزين يعملها. قلولي وانا عملها لكم. يعني ما فيش مشكلة. انا دلوقتي باخد هي من الفراخ وبحطها على الرز. بصوا. بس كده يعني بتاخدي الفراخ وتحطيها على الرز. ما فيهاش اي حاجة صعبة. بصوا شكل الطبق بيبا حلو ازاي.